النهاردة هنعمل وصفة للناس اللي بتحب المعجينات الحلوة او المعجينات المسكرة هنعمل مثلسات الدوناتز العجينة اللي هنعملها النهاردة من اسهل وابسط واكتر العجين اقتصادية ومن قطرة العجين اللي انا عملتها للدوناتز طلع معاكم مظبوط وحلو اكتر من اي وصفة عملتوا قبل كده وبدون حلي وبشوية مية وشوية دي هنعمل عجينة رائعة وطرية وهشة زي ما انتم شايفين كده بس قبل ما نبتدي الفيديو لو اول مرة تشوفوني انا اسمي نادية ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو المكونات بتاعتنا بسيطة جدا ما فيش فيها حاجة خزعبالية ولا حاجة غريبة هنحتاج كوباية اللي ربع من المية الدافية ونحط عليها معلقة منص صغيرة من الخميرة هنحطها على جنب علاش خاطر تتخمر شوية على ما نجهز العجينة بتاعتنا هنحتاج بداية معلقتين كبار من السكر معلقتين كبار من الزيت ونحطهم على بعض ونقلبهم كده ونضربهم مع بعض شوية وبعد كده نحط عليهم المية اللي احنا حطينا عليها الخميرة نضربهم مع بعض الضربة كده وهنحط الديق بتاعنا واحدة واحدة انا مستخدمة كوبايتين ونص من الديق بس حطيت كوباية وآآ بقلم وارجع حط كوباية كمان واقلم وهكذا بالراحة كده واحدة واحدة علاش خاطر العجينة ما تشافش مننا معلقة اللي ربع صغيرة من البيكنج باودر ونص معلقة صغيرة من الملح هحطهم على حبة دي اللي انا حطيتهم دولت وارجع اقلب كده هوت تاني وشوف العجينة بتاعتي طبعا هي محتاجة اخر حاجة خلاص مول حبة اللي موجودين دولت هحطهم عليها وهقلبها كده هوت لحد لما العجينة تتلم وتبقى قبل العجينة ان انا عجينها متلزقش في ايدي طبعا انا نسيت حط فانيليا انتو حطوا فانيليا مع البيض والسانة حطت الفانيليا بعد شوي اول ما العجينة تتلم كده معنا هنحط عليها معلقة صغيرة من الزبدة الطرية او اللي هي في درجة حرارة الغرفة يعني يتبقى طرية كده اقدر افردها مع العجينة وعجينها معها بسهولة هنعجن بس لحد لما الزبدة تندمج والعجينة تتلم مع بعضها تبقاش بتلزق طبعا مش هتبقى بتلزق لان فيها زبدة انا زي ما قلت انا نسيت حط فانيليا فحطتها في الاخر بس عيديك طلعت معايا مزبوطة انتو بقى حطوا الفانيليا مع البيض وهنعجنها لمدة دقيقتين تقريبا لحد لما العجينة تتلم بس كده ده قوام العجينة حابة واريكم شكلها شايفين طرية جدا ولكن ما بتلزقش تحسوا انها خفيفة وعملة زي الريشة كده ونغطيها نسيبها علاش خاطر تخمر في مكان دافي لمدة ساعة تقريبا او لحد لما يتضاعف حجمها زي ما انتو شايفين كده حابة واريكم مقوام العجينة حتى بعد ما خمرت قتقي طرية وقتقي حلوة جدا يعني فعلا من اجمل معجنة لانا عملتها ومكوناتها بسيطة كمان حطتها على سطح مرشوش بالدي وهقسمها لي نصين وهناخد كل نص فيهم ونقوروا كده هوت ونلموا على بعضه كل جزء فيهم بقى هفردوا على شكل دايرة يعني ديلوا كده رشد دي فوقي وتحتي وفردوا كده هوت بالرولنج بين او بالنشابة لحد لما توصل للصمك اللي انتو شايفينه دهوت وبعد كده بحطها على آآ ورقة زبدة او حاجة وقطعها زي البيتزا زي ما انتو شايفين كده لشكل مسلسات على فكرة ممكن تقطعوها لأي شكل انتو عايزينه بس يعني هو شكلها حلو وعملة زي ساندويتش كده تحيسون انتو ايه كل حد ياخد واحدة وبعد كده بقص آآ ورقة زبدة كده بالمقص على شخاطر احنا هنقليها مش هنغبزها فطبعا آآ عاوزين نحافز على شكلها عشان لما نمسكها ونحطها في الزيت ما تتبهدلش لان العجينة لما بتخمر الخامرة التانية دايما بتبقى طريقة خلص خطتها واسب على شخاطر تخمر مرة تانية لمدة اربعين دقيقة وعمل نفس الحكاية في الجزء التاني من العجينة بعد كده بصوا بتخمر بترتفع حاجة بسيطة ما بترتفعش قوي زي ما انتو شايفين كده وفي زيت غزير سخن ولكن النار متوسطة واقل من المتوسطة بشوية احنا عاوزين درجة حرص الزيت ده تبقى مئة وسبعين طول اللقاء طبعا ما فيش ترمو متر حافظوا عليه ان النار تبقى متوسطة او هاتية ولكن الزيت برضو يبقى سخن علشان العجينة تستوي من بره وتبقى من جوه عجين احنا عاوزينها تبقى كمان مستوية وتاخد لون حلو من بره من جوه تبقى هالشوطرية بعد ما منحطها في الزيت مفيش يعني عشرين ثانية كده هتلاقوا ورق زيب ده فك لوحده هتشدوه كده هوت بحاجة وبعد كده نقلبها على الناحية التانية تاخد لون من هنا ومن هنا يعني ما بتاخدش دقيقة على كل جنب اهم حاجة تحافظوا على الزيت انه يبقى هاي دي مقاش سخن وبعد كده منطلعها على ورق مطبخ علشان خاطر تنزل الزيت بتاعها وهي مش بتشرب زيت وعلى فكرة عجينة خفيفة جدا فعلا مش هتشرب زيت خالص معاكم وهي سخنة كده بنحطها في السكر عايزين تحطوا بقرفة عايزين بقى تحشوها اي حاجة عايزين تحطوا صف الشوكولاتة احملوا اللي انتوا عايزينو انا هعملها خفيفة وبسيطة خالص وحطها في شوية سكر كده وخلاص مش عايز اقول لكم عاملة زي الريشة في ايدي يعني انا خايفة امسكها حاسة ان هي يعني لو لمستها يعني هتتفعس بصوا شايفين العجينة قد ايه طرية وحلوة يمكن الشكل مش مبين قد ايه كانت طرية في ايدي مش شرب زيت نهائيا طبعا مش هتكلم عن الطعم طعم رهيب احلى من الدوناتس اللي كلتوا في حتات كتير جدا برا متأكد ان انتوا لو جربتوا هتعجبكم جدا وبس كده اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم متسوش تجربوا الوصفة وتقلوا ايه رايكوا فيها ونزلوا تطبيقاتكم على الجروب بتاعي على الفيسبوك واشوفكم ان شاء الله مرة الجاية في فيديو جديد